بينما العالم يراقب عن كثب مستجدات فيروس كورونا الذي خرج علينا من قلب اسيا تفاجئنا صحيفة الجارديان بالحديث عن فيروس جديد اكثر فتكا من فيروس كورونا تصل معدلات وفياته الى 75% فيروس نيباه هل هو فيروس حديث؟ والى اي درجة قد يشكل خطرا على عالمنا هذا ما ستعرفه في هذا الفيديو فلا تذهب في اي مكان هيا لنبدأ صلت احدى المقالات التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية مؤخرا الضواء على فيروس نيباه القاتل المنتشر في قارة اسيا وحذرت من خطورة الفيروس القاتل باعتباره اشد فتكا من كورونا عشرات المرات بدأ الامر مع قيام فريق من مركز علوم الامراض المعضية الناشئة في الصليب الاحمر التايلندي يرأسه سوبابورن وشاربلوسادي نائبة رئيس المركز بالمزيد من الابحاث عن فيروسات الجهاز التنفسي المنتشرة بين الخفافيش وذلك منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وفي ضوء تلك الابحاث تبين ان اسيا تعد موطنا لعدد كبير من الفيروسات المتنوعة كلها تعتبر مميتة بالنسبة للبشر فيروس نيباه هو واحدا من تلك الفيروسات الخطيرة بل يعد من اخطرها حيث تتراوح معدلات وفياته من اربعين الى خمسة وسبعين في المئة وتعد خفافيش الفاكهة هي مصدر الفيروس وسبب انتشاره بين الناس المقلق حول فيروس نيباه انه لا يوجد له اي علاج او مصل كما ان معدلات وفياته مرتفعة للغاية حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لاكثر الفيروسات تهديدا للبشر كان فيروس نيباه ضمن العشرة الاوائل لذا قد يكون فيروس كورونا هو الحلقة الاولى في عقد فيروسات كبير قد انفرط ويعتبر فيروس نيباه من اخطر الفيروسات لعدة اسباب اولها طول فترة حضانته حيث يقال انها تصل لخمسة واربعين يوما اي ان احتمالية نقله من شخص لاخر كبير يسهل انتقاله بين مجموعة كبيرة من الحيوانات بالاضافة لتعدد اعراضه التي تتشابه مع العديد من الامراض الشائعة والتي تتمثل في السعال والتهاب الحلق والتعب وظهور تورمات في الدماغ اننا نتحدث عن فيروس ينبغي ان تتكاتف البشرية حقا كي لا ينتشر بنجلاديش والهند هما من اوائل الدول التي ظهر بها الفيروس ففي بنجلاديش مثلا تم اكتشاف 196 حالة اصابة بالفيروس بين عامي 2001 الى عامي 2011 الصادم ان 150 شخص من المصابين قد توفي وفي ماليزيا قتل فيروس نباه 100 شخص في عام 1998 من هنا نجد ان فيروس نباه ليس مستجد كفيروس كورونا ولكن مقالة الجارديان كانت للتنبيه على خطورة الفيروس وانه لم يتم اكتشاف اي علاج فعال له حتى يومنا هذا ربما يرى البعض ان الحل لقهر تلك الفيروسات هو القضاء ببساطة على الخفافيش باعتبارها منبع للعديد من تلك الفيروسات الا ان ذلك الحل لا يعد الحل الامثل لان من شانه زيادة الامور تعقيدا حيث تلعب الخفافيش ادوار انبيئية الرئيسية لا يمكن الغنى عنها فمثلا هي مصدر التلقيح الوحيد لاكثر من 500 نوع من النباتات كما انها تساعد في السيطرة على ابقاء الحشرات الغريب انها بالرغم من حملها لتلك الفيروسات الا ان لها دور هام في مكافحة العديد من الامراض الاخرى مثل الملاريا وغيرها اذا ما هو الحل الامثل لتلك المعضلة؟ كل ما يمكن تأكيده حتى اليوم هو ان انتشار فيروس نباه في العالم لا يزال محدودا في اجزاء صغيرة من اسيا ربما يزداد الامر سوءا ان لم نأخذ حذرنا اما عن كيفية الوقاية من تلك الفيروسات فهناك العديد من المنظمات العالمية الان العاملة بالشأن الصحي في صرف ملايين الدولارات من اجل ايجاد اجابة عن ذلك السؤال الامر لا زال يتطلب جهدا بالغا وتكاتف عالمي من جميع دول العالم من اجل حماية جنسنا من كارثة صحية جديدة